توفي المغني اللبناني سامي كلارك يوم مبارح عن عمر 73 سنة بعد مقدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات اللي حققت نجاح كبير وصحق في ثمانينات القرن الماضي ذكرت وسائل أعلام لبنانية أنها توفية في مستشفى القديس في بيروت كان يعالج من مشكلة في القلب لارك كان بيعاني مشاكل صحية في ثماني السنوات الأخيرة ولكن خلينا نتكلم عنه اسمه الحقيقي سامي حبيقاف وولد في منطقة بشمال بيروت في مايو 1948 التحاقب بمجال الموسيقى كان في أواخر ستينات القرن الماضي بعد سنوات من التحاقب بكلية الحقوق انطلق في بداية مسرته بالأغاني الغربية ونجح في تحييق شهرة خصوصا بفضل تعاونه مع الرحبانية وتحديدا إلياس الرحباني منحوا فرصة المشاركة في مهرجانات عالمية أنتجوا أعمال لاقة نجاح صاحق في رصيد سامي كلارك مئات الأغاني تنوعت بين أنماط مختلفة عاطفي وطني وأغنيات الأطفال وقومي تنرقص يا الصبية دي من أشهر الأغاني وعلى فكرة جريندايزر الشهير جدا هو من غناء سامي كلارك وجزيرة الكنز وبعض الأعلانات سجل حافل بالأعمال الموسيقية الخالدة وكمان بالجوائز الرائعة رحمة الله على الفنان الجميل سامي كلارك وتعالوا نسمع له من الأغاني الحلوة دي من الألم